اشتركوا في القناة في دورة الالعاب المدرسية الدولية البحرين 2024 اكد المجلس على ما تضمنته كلمة جلالته من تغدير لابطال البحرين الذين تفوقوا في ادائهم الرياضي ورفعوا اسم البحرين عاليا على منصات التتويج في دورة الالعاب المدرسية الدولية والذي يجسد المستوى المتقدم للرياضة البحرينية مشيدا المجلس بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك لعمل انساني وشؤون الشباب واسم الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الولمبية البحرينية في متابعة كافة الجهود التنظيمية لهذه الفعالية الدولية الهمة ولجميع مساعهم المخلصة في خدمة وطنهم ثم هنأ المجلس صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة قرينة مالك البلاد المعظم رئيسة المجلس الاعلى للمرأة حفظها الله بمناسبة يوم المرأة البحرينية كما هنأ كل نساء البحرين بهذه المناسبة مشيرا الى الدور الرياضي الذي يقوم به المجلس الاعلى للمرأة في تعزيز تقدم المرأة البحرينية وتنمية مساهماتها في مختلف المجالات الوطنية بعدها رحب المجلس بفوز وزارة الداخلية بالمركز الاول في فئة افضل تعاون ميداني معلوماتي عمليتي على المستوى العربي ادى الى ضبط عدد من شبكات تهريب المخدرات وذلك ضمن فئات الجائزة التي تنظمها سنويا الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب مؤكدا ان هذا الانجاز الامني جاء بجهود معالي وزير الداخلية وكافة منتسبي الوزارة التي انعكس على تطوير المنظومة الامنية كما اشار المجلس الى فوز ملف مملكة البحرين باستضافة النسخة السابعة عشرة لدورة الالعاب العربية الفين وواحد وثلاثين مرحبا باحتضان المملكة لهذه الفعالية الرياضية الهمة لافتن للحرص على تهيئة كافة الاسباب لنجاح هذا التجمع الرياضي العربي بعد ذلك هنأ مجلس الوزراء دولة الامارات العربية المنتحدة الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا بمناسبة ذكرى عيد الاتحاد الثالث والخمسين لافتن لما تشهده الدولة الشقيقة من تقدم وتطور في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زيد الهيان رئيس دولة الامارات العربية المنتحدة الشقيقة وبدعم ومساندة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المنتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واسم الشيخ منصور بن زيد الهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الديوان الرئاسة بدولة الامارات العربية المنتحدة متمنيا لها مزيدا من الازدهار والتنمية بعد ذلك وفق المجلس على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء وحدة متكاملة للكشف عن سرطان الثدي مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية حول اتفاقية مكة المكرمة للدول العضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال قانون مكافحة الفساد مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروعي القانونين العربيين الاسترشاديين لمنع خطاب الكراهية ولحماية ومساعدة النازحين داخليا في الدول العربية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بشأن المنتجات الحلال بمملكة البحرين والذي يهدف لتقديم خدمات إصدار شهادة الحلال لتسهيل التبادل التجاري بين الدول العربية مذكرة اللجنة الوزارية للشيون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي نتائج المشاركة في اجتماع وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون دول الخليج العربية نتائج المشاركة في اجتماع الدورة الرابعة للمجلس الدولي للتمور نتائج المشاركة في معرض ومؤتمر يبوظبي الدولي للبترول أديبك 2024 نتائج المشاركة في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشين المناخ كوب 29 نتائج المشاركة في تنظيم المنتد العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة لسياحة فن الطهي في مملكة البحرين